القلاية الهوائية هنعمل فيها النهاردة السمان بنفس الطريقة اللي كنا بنعملها في الفرن او بنعملها مع بعض في الطاصع النار بشوية زبدة او بشوية زيت هنقلي مع بعض النهاردة السمان بتاعنا هيطلع معنا احلى سمان ودي اول سلسلة من سلسلة الـ Air Fryer عشان نشوف فعلا هي تقدر تخليها نستغنى عن حاجات كتير في البيت ولا هنجيب السمان بتاعنا ونبتدي ان احنا نرش عليه زيت طبعا المرحلة اللي احنا فيها دي احنا بدأنا نخش في اتجاه الاكل الهلسي قوي لان احنا كده مش بنغرق في الحاجة زيت او مش بنغرقها سامنا فهنبتدي الرش رشة خفيفة كده على اكتر من اتجاه وندخلها الـ Air Fryer ونبتدي نصبط دركة الحرارة بتاعتنا على 180 وهياخد معنا بالضبط 15 ديئة هيطلع معنا لونه حلوة جدا وهيطلع طبعا مستهي وجميل هو كده كده مسلوق احنا دلوقتي نديله تحميره بس او بندله اللون اللي احنا كلنا بنحبه بطريقة خفيفة كده طلعنا بعد 10 دقايق هنديله تقليبة مع بعض لو اول مرة تشوفوني انا سعيد بتنسوش الشاركه في القناة ولايك وشير للفيديو وتابعوا بقى السلسلة بتاعة الـ Air Fryer بالزيت عشان نشوف الـ Air Fryer فعلا هيخلينا نستغنى عن حاجات كتير من ادوات المطبخ ولا لا الـ Air Fryer انا بصراحة لغاية دلوقتي جربت فيه حاجات كتير هنزلكوا الفيديوهات بتاعتها هو اكتر من رائع حتى انا عامل عليه فيديو ريفيو ممكن تخش وتفرجوا على الفيديو وليه انا اخترت الـ Print ده كده افضل معنا 5 دقايق ودي كانت النتيجة بعد الخمس دقايق يعني بعد الخمس دقايق الاخر دي كده النتيجة اللي احنا هنبتدي ناكله بيها على طول بصراحة كان طعم حلو قوي وخفيف وصحي كده ويعني الف عنا وشفة بجد هتتبسطه جدا 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 لو جربتوه تابعوا بقى الفيديوهات الجاية هشوفكم في فيديو جديد ونشوف مع بعض هنجيب Air Fryer